الى ذلك فقد حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في كلمته خلال مؤتمر كوب 28 حث دول العالم على العمل الجاد للانتقال للطاقة المتجددة وخفض الغازات الدفئة مشيدا بقرار تفعيل صندوق الخسائر والأضرار الذي تم اعتماده في اليوم الأول من المؤتمر يجب أن نخفض الانبعاثات بشكل جدري السياسات الرهنة ستؤدي الى ارتفاع درجات الحلال علينا أن نضع توقعات واضحة من أجل الإسهام الاقتصادي من كل الدول وكل الأمم من أجل خفض الغازات الدفئة بنسبة 1.3 يجب أن نخفض هذه الانبعاثات وأنا أحس الدول على أن تسرع من إطارها الزمني من أجل أن تحقق أهدافها بحلول 2040 في الدول المتقدمة و2050 في الدول النامية لا يمكننا أن نعتمد على الوقود الأحفوري يجب أن نقوم بالانتقال إلى الطاقة المتجددة العلم واضح لا يمكننا خفض درجات الحرارة بنسبة 1.5 من أجل إنقاذ الأرض يجتمع القادة والمسؤولون من 198 دولة على أرض الإمارات العربية المتحدة وتحديداً في مدينة إكسبو بدبي تحت مضلة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 28 يأتي اجتماعنا اليوم في وقت يواجه فيه العالم تحديات عديدة ومن أهمها تغيير المناخ وانعكاساتها التي تؤثر على جميع جوانب الحياة المؤتمر حقق في أول يوم الانطلاق واحداً من أهم أهدافه باعتماد صندوق عالمي للمناخ للمساهمة في تلبية احتياجات الدول النامية المعرضة لتداعيات تغير المناخ دولة الإمارات تهيأت للحدث الذي يعقد تحت شعار نتحد ونعمل وننجز السبل اللازمة لإنجاحه وعدت له أجندة غنية بالفعاليات وقامت بجهود استثنائية للخروج بنتائج إيجابية وقيادة حوار عالمي لإحداث نقلات نوعية على مستوى العمل المناخي الجماعي في المحفل الأكبر والأكثر أهمية من نوعه في العصر الحديث من حيث المشاركة القياسية وحجم التحدي الذي يمكن تجاوزه بالتكاتف لصالح الكوكب إن العالم يتطلع بكثير من الأمل والتفاؤل إلى كوب 28 في أن يشكل مرحلة جديدة في زيادة تسليط الضوء على أهمية العمل المناخي وإعطاء دفعة كبيرة للجهود الساعية إلى تنفيذ التعهدات والالتزامات الخاصة بمواجهة التغير المناخي لتكون إرثا يمنح للأجيال القادمة من خلال وضع خريطة طريق واضحة تؤدي إلى تحقيق تحول مناخي في الحاضر والمستقبل ترجمة نانسي قنقر